إننا لا نعترف بما يسمى القيادة العامة بقيادة المدعو حفتر كجهة عليا للجيش حيث لا عودة لحكم العسكر بعد اليوم هكذا جاءت صريحة في بيان الملتقى الاستثنائي للضباط الليبيين المقام بمدينة زوارة والذي اعتبر عملية الكرامة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مؤكدا جرائمها فقد مارست الخطفة والقتل ووصلت الممارسات إلى نبش القبور وحرق الجدد وشنقها في الميادين والتمثيل بها الملتقى الذي يأتي بعد لقاء ابو ضبي بين مجرم الحرب حفتر والسراج رفض حاضره دمجهم تحت قيادة حفتر منتقدين بذلك تصريحات وزير خارجية الحكومة المقترحة التي أكد فيها وفي مؤتمر صحفي أن المجرم حفتر هو القائد الأعلى للجيش الليبي نرفض بشدة تصريحات وزير الخارجية بحكومة الوفاق باعتبار حفتر قائد عام للجيش الليبي ونطالب المجلس الرئاسي بقالته والاعتدار الرسمي للشعب الليبي عما صدر منه من تصريح على الجانب الآخر مجرم الحرب يخرج على الليبيين في مشهد تكرر عليهم كثيرا خلال عقود الظلام وهو يتوسط منصة ومجموعات تستعرض أمامه على أنها الجيش الوطني في صورة حاول إعلام الكرامة أن يصورها على أنها الصورة المثالية للجيش الوطني وهم يحتفلون بنكبة الوطن التي سموها كرامة والتي غاب عنها الطابع الشعبي العفوي والذي لا زال كما يرى نشطاء رغم حملات التشويه علامة مسجلة فقط لثورة التكبير ونسوا أو تناسوا ما حدث في بنغازي من يومين عندما هاجمت مجموعات من ميليشيات مجرم الكرامة مركزا للشرطة في مدينة قيل لأهلها أن الهدف من دمارها هو بناء جيشها وإعادة شرطتها ليكون ضحية الهجوم ضابط برتبة نقيب ويخرج بعدها المدعو محمود الورفلي ويعلن استهجانه ممن نسب له هذا الفعل ويعلن استقالته من العمل تحت ما أسماه القيادة العامة للجيش وهو الذي اشتهر بعمليات التصفية الجسدية للثوار والتي طالما تفاخر بها علنا وبين بيان ضباط الجيش في زوارة واستعرضات ميليشيات حفتر وجرائمهم تبقى ميليشيات المجرم حفتر تعيث فسادا في بنغازي وتحاصر درنا وتهدد العاصمة طرابلس وفوق هذا تسوق نفسها على أنها جيش وطني